مثال خير اهلا بكم في القناة كل الحاضرين طبعا انا يسعدني ويشرفني ان انا باستضيف الاستاذ منصور الناصر علشان يكلمنا عن موضوع مهم وهو موضوع الايمان والحياة والعلاقة اللي ما بينهم ويعني الموضوع طبعا موضوع همية لانه فيه كلام كتير حوالي الموضوع وزي ما احنا عارفين انه مش بس مجرد كلامه ولكن ده فيه مؤسسات زي الازهر وغيره بيحطوا بيعملوا مرصب للحاد وفيه خطابات مضادة للحاد واخطابات مرحدة مضادة للأديان فالموضوع يعني اصبح جزء من الحياة السقافية والاجتماعية المصرية الحالية على الاقل فيه بعض الاوساط وايضا مش في مصر فقط ولكن ايضا في المغرب وتونس وحتى في السعودية وفي غيرهم يعني يعني المسألة شاملة للمنطقة كلها زي ما كانت صحوة الاسلامية شاملة للمنطقة كلها طبعا الايمان لفظ عين بيونش يعني ممكن واحد يبقى مؤمن مثلا بنفسه انا مؤمن ان انا اقدر اكتب كزا او اعمل كزا او اشيل مسؤولية فلانية لكن عادة هنلابزة الايمان مقصود بها اللي هو الايمان بالغيب الايمان الديني مقصود بيه الايمان بالغيب شيء مش شايفينه شيء ده مؤثر في حياتنا وبيتصل بينا او فيه طريقة لنا الاتصال دي لو اي شرط مشروط دي مش موجود هيبقى ايما باش نتكلم عن ايمان ديني الحد ده مسألة مترتبة على الايمان يعني هو انكار انكار الوجود الغيب ده او وجود التدخل الغيبي ده او اعتبره مش مهم ففيه معنين احنا عندنا فيه معنى دقيق لحد اللي هو ايه سيزم اللي هو الغاء هذا يعني انكار هذا الوجود بصفة عنه لكن فيه معنى موجود عندنا من ايام التراث بتاع العصور الوسطى وموجود لحد الوقت اللي هو اي انكار للاديان بتاعتنا اللي موجودة اللي هي الاسلام والمسيحية بيعتبر الحاد سواء الانكار ده له اشكال كتيرة لانه الانكار ممكن يكون ربوبية يعني بمعنى ان الشخص يكون مؤمن او الواحدة او الواحد يكون مؤمنة او مؤمن بانه في اله قوة عليا او جادة الكون ولكن مش هي بتاعت الاديان يعني الاديان دي لا تمثلها زي الا اليان فدي بتسمى ربوبية فيه الناس مش مهتمة يقول لك والله جايز فيه وجايز ما فيش بس موضوع مش مهم ولا يعنينا ومثلا زي الناس مثلا سبستائين لما يعني سئلوا عن موضوع الديان فاقالك ده موضوع ضخم والحياة قصيرة ولا نستطيع ان احنا هتقل المشكلة دي فحنركنها على جنبي يعني وفيه انكار مطلق يعني انكار انه لا يمكن ان يوجد لاي او قاليها او ترجيح ايه غالبا ما عندناش اي دليل على وجود الهوة بالتالي فانا ما رأيك يعني فيش الهي الى ان يزبط العكس فممكن يبقى مطلق او ترجيح كل دي انواع لكن كل ده بيتقال عليها عموا الحد في السياقات العربية فالحد طيب الحد بالتالي زي ما احنا شايفين هو شيء سلبي يعني هو ما بيقولش حاجة معينة هو بينكر شيء ما يعني هو رد على شيء ما مش هو في حد ذاته شيء هو بالتالي ممكن يبقى فيه ملحد مثلا الليبرالي ملحد اشتراكي شيوعي اه محافظ تقليدي في رؤيته الاخلاقية المجتمع يعني دي مفيش يعني مفيش مفيش عقيدة الحدي عشان نقول النسبة لانما هي مسألة انكار يعني هو وبالتالي هو نوع من التمرد يعني فيه مطالبة بالانصيع لفكرة معينة يعني فكرة ايمانية متشرة دي ايديان معينة موجودة في المجتمع الفلاني او العلاني وده تمرد عليه بس نوع من الانكار اللي هو مش يعني اللي هو يعني بيرفض هذا الموضوع طيب بالنسبة لو جاءنا نتكلم عن انكار الاديان ده من امتى طبعا انكار الاديان قدين جدا اكيد فيه ناس كتير جدا كانت شايفة ان فيه اليها احسن اليها لان البشرية عاشت في فترة الحضارة معظمها في فترة تعدد الاليها الاليها داخل الثقافة الوحدة يعني مثلا اليها الفينيقية او المصرية او اليونانية او ايها مش هي مش اله واحدة هي عدة اليها وبعدين كل الجماعات دي بتتعايش مع بعض او بتتقامل بعض وكل مجموعا دها الاليها بتاعتنا فكان الفكرة تعدد الاليها موجود فكان انكار الاليها عموما ما كانش موجود انما كان ممكن لحد ينكر الاليها معينة بصالح الاليها تانية وعادة بيبقى بينكر الاليها تجماعة تانية وبالعكس ده كان ممكن موضوع يمشي بمنتهى البساطة انه احنا معتارفين بال دي الاليها بتاعتنا ودي الاليها بتاعتكم وزي اقول لانه اصلا الثقافة اللي بتقبل تعدد الاليها جواها هتقبل انه موجود فيه الاليها برضو بتاعت اقوان تانية ما يبقاش فيه يا اما احنا يا اما اما مش بالضرورة يعني بالعكس مسلا في العصر الهيليستي اللي هو في بعض الاسكندر الاكبر كان ممكن الاليها تترجم لبعض يعني ده اله ازراع عند المصريين وده اله ازراع عند اليولانيين وده اله ازراع عند الانديقيين فاتبرون كلهم اسامي مختلفة لاله واحد مثلا لان كان الانسان بينظر للطبيعة بيقدسه لانها الطبيعة عقوى منه ومتنوعه اكتر منه هو ما عرفش كاتمين ده هو اللي لا نفسه موجود في الطبيعة وبالتالي فكرة انكار قداسة الطبيعة اللي هي اساسا للفكرة التأمين كان صعب اول خطوة في اتجاه الالحاد هو التوحيد لان التوحيد هو انكار لجميع الاليها وجميع الاديان اللي صالح لها معين بوفقا لعقيدة معينة ده غير مثالة انقسامها بقى الشعب وكل او طوايف وكل طايفة تكفر التانية بس نسبنا من موضوع ده الفكرة في الموضوع انه الاليها دي يعني التوحيد هو اساس الالحاد بمعنى انكار الاليها لان اول حد عمل انكار للاليها هو التوحيد نفسه عشان كده حتى امد دي واضح خالص في الشهادة الاسلامية لا اله الا الله لا اله اصلا يعني انكار للاليها جميعا بس اسماء وحيد الا الله ففكرة ان فيه يعني انكار الجميع فده خلى مسألك امكانية انكار الاليها الاخير المستثنى ده ممكن لانه يعني الزحمة بتاعة تعدل الاليها دي اختفت اه في مصر ظهر طيب لما نجد نتكلم بقى عن الحاد في العصر الحديث الحاد هو انكار الاليها تماما اللي هو جاي في مرحلة الحداثة اما بعد سيطرة الهديان التوحيدية في الوصول الوسطى ده يعني كان اساسا اه ابتدى يظهر مع التحديث انه لانه ابتدت الرابطة الاجتماعية معدش بدرورة تبقى رابطة دينية ممكن تبقى رابطة وطنية يبقى اين مشكلة مش انا تبع امة الاسلام السني مثلا ده تبع امة الاسلام الشيع وده تبع مش عارف ايه طب ما احنا كلنا كده مثلا امنا المشرق العربي او امنا امنا مصر او كده دي الرابطة الاجتماعية والانتماء النفسي والروحي اللي بيجمعنا ونحترم اديان بعض ومن هنا بقى تيجي بعد كده فكرة ايه امكانية طب ما كل تعدد الاديان الكتير كمان اللي تعرف في العالم كله البوزيين البوزية بقى والهندوسية واديان الافريقية اديان اللي حصر لها اربعة تلاف دين طب وش مانا يعني دين معين هو اللي صح عشان تولدنا عليه يبقى هو ايه ممكن احنا نطلع من الموضوع ده اول كتاب معروف في مصر مثلا اللي هو لما عمله اسماعيل ادهم كتب كتاب كده مش كتاب هو كتاب صغير مقال طويل شوية اسمه لماذا انا ملحد وده يعني يقبل باريحية وترد عليه ببساطة لماذا انا هو ملحد محمد سريد وجدي وناس تنين ردوا لماذا انا مؤمن واشياء من هذا فكت مناشر وما طبعا ما اصفرتش عن حاجة اللي جمال هيفيد فد الملحد والمؤمن فد المؤمن وخلص الموضوع على كده جات بعد كده مرحلة تانية دي طبعا كافل مرحلة شبه الليبرالية اللي كانت موجودة بعد كده جات مرحلة تانية اللي هي مع صعود اليسار في الاربعينات بقى وما بعدها وكده فبتدى يبقى فيه مجموعات شعية في مناطق كتير بالزاد في الدول العربية الاكثر تقدومن زي سوريا والاناء ومصر وتونس وكده ابتدى يبقى فيه مجموعات الشعية مجموعات الشعية دي تبنت الماركسية وكانت معظم المنتمين لها ملحدين مش بالضرورة لان هي جماعة سياسية اساسا فرغم ان هي الفلسفة الماركسية بتفترض الالحاد ضمنها زي لكن مش قضيتها هي الالحاد فكان فيه نوع من الالحاد الضمن ان ناس ملحدين ولكن مش قضيتهم انه ما يدروا الالحاد او يهجموا الالديان انما عضيتهم هي العدلة الاجتماعية بقى وتوزيع السلطة وتوزيع السرعة وما الى ذلك ترغم انتشار الالحاد في الاوصات الشعية طبعا مش كل الشعيين كان ملحدين كان فيه شعيين مؤمنين بالالديان الموجودة في المنطقة عادي ولكن الفكرة اللي موجودة كانت انه مش عضيتنا احنا مش جايين علشان خطر نتكلم فيه الاديان والالحاد وما الى ذلك انما القضية هي اصراع الاساس انما الالحاد اللي تظهر في الفترة الاخيرة ده ده مختلف تماما عن الامل ده الحاد مقصود لذلك يعني ناس بتدعو للالحاد وتهاجم الاديان بغرض اظهار انه مثلا ان الاديان مش صحيحة ان الاديان كاذبة ان ده وهم ان ده معتقدات لا اساسة لها او معتقدات مضرة او معتقدات مش اخلاقية فيه بقى اه او كتيرة جدا من اوجه النقل اللي بتوجه في الالحاد الحديث للاديان وبقت ظاهرة مهمة جدا عشان كده الاظهر بقى مهتم بيها وبيعمل لها مثلا مرصد وما الى ذلك وفي دعاء بيطلع عشان يردوا على هذا الكلام بتاع الالحاد وهكذا وتغلغل بقى في وسائل التواصل كلها وبقى بتحصل عليها مناقشات ايه اللي خلى الموضوع يبان كده ليه بقى القضية دي مهمة يعني وليه بقى فيه ناس مهتمة او ان هي تاجين الاديان طب ما هو زي ما بعض الممين بيقولوا طب ما انت خلاص ما انت مرحد ما انت خلاص مش مؤمن ما تخليك في نفسك انت مش مؤمن بالموضوع ده ما تشتركش فيه وخلاص انتهينا على كده لكن الحقيقة المثالة ما تنشي بالبساطة دي لانه هو اللي حصل انه لما الصحوة وصلت لزروتها وصبغت الحياة العامة بالصبغة بتاعتها وبقتتدخل في حياة الناس وتفرض عليهم حاجات ايه وبقت مزعجة لأي حد لا ينصع لي ايه الاوامر بتاعت الشيوخ المتزايدة فده اللي خلى نفيه رد فعل عنيف وقوي ضد الايمان ضد الاديان اللي موجودة فده فصعود الاخوان وبالذات مع صعود الاخوان للسلطة وبعدين ابتدت قطعات من الجماهير مش عجبها وجود الاخوان وطريقة تسلطهم وما الى ذلك ووجودهم في الحكم فعايزين مشروعهم او ظهور داعش بقى وعمليات الحرق والقتل وبيع السباية وما الى ذلك فابتده يبقى فيه مشكلة في الموضوع بعد كده ظهر طبعا الحديث ده له اشكال كتيرة جدا ممكن يبقى فيه نوع من الشحنة من الغضب وهجوم عنيف على الاديان ممكن يبقى ديه بنوع من النقد الاديان باسلوب منطقي وهادي ممكن الاهتمام يكون سياسي اساسا يعني الاهتمام الهجوم على الاديان بسبب ظاهرة الاسلام السياسي او بسبب الضغوط الاجتماعية لفردتها الصحوة وهكذا او انه فعلا مسألة عقائدية لا انه يعني هزي العقيدة قطأ والناس يجب توعيتها للتخلص طبعا التقييم العام للنقد ده يعني بيختلف خلص من الناس الناس اللي برا الموضوع طبعا طبعا اللي بيعملوا الدعوة الحدي هما مقتنعين باللي بيعملوه في ناس شايفة ان ده مفيد علشان يكبح الصحوة واللي ارتكبته من كوارث اجتماعية وغيرها وانه الرضع الصحوة بالطريقة دي ممكن يدي فرصة للمعتدلين والمفرحين اللي هما رفضين الدعشية والطبعات العنيفة دي انه هما بالعكس ياخدوا مسافة ويتم قابلهم على القلكة مهرب من الهجوم بتاع الالحاد تقديم صورة يعني اعادة النظر في اعادة تفسير العقائد العقائد بما يتفق مع العصر الحديث ما يبقاش في هذا التلاقض الشارس اللي شفناك وفي ناس شايفوا بالعكس ان ظهور الالحاد لا ده بيعزز الطاب وحيقوي المتشددين وممكن يؤدي الى نتيجة عكسية فيعني من جميع النواحي زي ما شايفين الموضوع يعني مركب ومعقد ونأمل بقى ان الاستاذ منصور حيفقلنا كل المشكلات دي سواء من حيث علاقة الامام بالالحاد ولا المواقف المختلفة بالالحاد الحديث او يعني زي ما حيقص لنا في المدخلة الطويلة بتاعته ونحن في الانتظار شكرا جزيلا على استضافتي صديقي العزيز شريف أنا أتشرف بيحضوري في هذا القناة وكوني أول الانتظارين هذا حدث تاريخي وأنت متخصص في التاريخ طبعا يجب أن تدون هذا سأدون هذا في التاريخ أيضا يعني هذا حصة طبعا طبعا الموضوع هو كما قال الدكتور هو اللي أنا أيضا في تفضل أن يتناول الجانب التاريخي لأن كثير من الناس يتحدثون عن الحاد والإيمان لكن بالحقيقة المفهومان صعبان جدا ومعقدان جدا وفيهم تداخلات فيما تداخلات يعني معقدة إلى حد كبير وبصراحة الموضوع ضخم ولهذا لا أدعي أنني سأغطيه بأي شكل من أشكال سأحاول أن أقدم إضاءات حول هذا الموضوع قد يعني أو نقاط أو شذرات حوله السؤال الأول هو ما هو الإيمان وما هو الإلحاد أقول الإيمان بأمر ما هو دائما مسألة فردية في النتيجة وفي المحصلة لكن السؤال الأهم بعد ذلك من أين يأتي هذا الإيمان ما هو مصدر هذا الإيمان كذلك الأمر نفسه يحدث مع الإلحاد ما هي مصادر الإلحاد كيف يتولد في داخلنا هاجس الإلحاد بنظرة أولية كلاهما يصدران عن المجتمع أو الجماعة لأننا كائنات اجتماعية بامتياز ولا نستطيع الحياة دون أن نكون جزءا من الجماعة بالتالي الأمر في النهاية ليس فرديا خالصا هنا سأنحي جانبا الجانب الفردي الإيماني أو الجانب الفردي للحادي من الموضوع وتناول القضية في شكلها الجماعي وليس الاجتماعي لأن المجتمعات المتدينة أو التي ما زالت تعيش في خير الدين العميم كما يقال أو يشارك هذا ما زلنا نرزح تحته السؤال هل نحتاج الأول راح تناول مواضيع متعددة الأسئلة الأساسية راح أطرحها هل نحتاج الدين أم الحاد والسؤال الثاني راح أفصل به هل هناك دين حقا بيننا حاليا السؤال الثالث المهم وهو هل هناك كما قلت الدين حقا وأدعو طبعا بعد ذلك إلى ما أسميه الحاج الحر أم أو ما يدعو بعض فيه إلى الإيمان الحر هل نحن بحاجة إلى الحاد حر أم إيمان حر فقرة بعد ذلك سأتناول فيها موضوع أن الإلحاد أكثر إيمانا وصفقا من الإيمان نفسه وأيضا سأتناول موضوع مساوء الدين وأن هذه المساوء هي أخطر بكثير من مساوء الإلحاد أيضا سأتناول موضوع أن الإيمان هو المشكلة وليس الإلحاد وبعد ذلك سأجري مقارنة واقعية بين الإلحاد والإيمان أو بين الملحدين والمؤمنين وأختمها بملاحظات سريعة أولا هل نحتاج الدين أم نحتاج الإلحاد أقول السؤال الدين والإلحاد من أخطر الأسئلة والسبب هو أننا ما زلنا نعيش في غابة الدين والشياطين والآلهة والجن والجحيم وغيرها ما زال الناس يعبدون هذه القصص وهي جزء من تكوينهم الكامل وما زالوا يؤمنون بها وكأنها واقع حقيقي والويل كل الويل لمن يمس هذا المكون العاطفي الميتافيزيقي داخلهم وعليه أن مناقشة الموضوع مهمة جدا المشكلة تكمل في أن من يناقش موضوع الدين لا يناقش موضوع الإلحاد أو موضوع لا إيمان والعكس صحيح أي أن من يناقش موضوع الإلحاد لا يناقش موضوع الدين وكأنه هناك هو واسع بين الطرفين كل ما نفعله حاليا كل كل كلامي سيكون حوله واقع الصراع الموجود حاليا بين قطبي الإلحاد والإيمان في عالمنا العربي الإسلامي وسأركز على هذا الموضوع كل ما نفعله الآن هو أن الملحد لا يناقش موضوع الإيمان وأن المؤمن لا يناقش موضوع الإلحاد بطريقة موضوعية وجادة نكتفي فقط بمواصلة الصراع فيما بين الطرفين ولا نفعل شيئا آخر وهذه أراها مشكلة جوهرية وخطيرة جدا تدل على أننا لم نخرج بعد من الفضاء الديني وما زلنا نتنفس هواءه الفاسد الخانق سواء هواءه الفاسد للحادي أو الإيمان عموما سأوضح الأبعاد لهذه الإشكالية لاحقا هنا أسأل السؤال المهم أيهما أفضل لنا أو أيهما أخطر هل هو التحررنا التحرر الديني أم التحرر للحادي أقصد تحررنا دينيا أم تحررنا الحاديا الجواب مقدم نقول أن التحرر الديني أخطر بكثير وهو جاري حاليا أي أن علينا أن نخرج من حياظ الدين أو حضيرة الدين بالتعبير الديني وهذا هو الذي يجب أن نقوم به أما التحرر الحادي فهو أفضل وبما لا يقاس وأن كان يحمل طبعا مخاطرة كبيرة لأن التحرر الحادي سينتج مجتمعات مفككة أو جماعات مفككة لا يربط بينها رابط قوي ورصين وقابل للاستمرار لكن هذه المخاطر لا بد أن نواجهها ونحن نواجهها فعلا من حيث انشطار الجماعات الدينية إلى ما لا نهاية وكل منهم يتهم الآخر بطريقة وباخرى فهذه المخاطر موجودة أنا أقصد بالنهاية أن التحرر الحادي أو التحرر العقل الإنساني من إطار الدين وإسار أسوار أو خروجه على أسوار الدين هو أفضل بما لا يقاس رغم المخاطر الكبيرة لكنها كما أرى مخاطر ضرورية لكي نختبر أنفسنا لكي نختبر أفكارنا لكي نختبر قناعاتنا أيضا طبعا هنا بعض يفوت على الكثيرين مسألة أن قرار الإلحاد مثل قرار الإيمان هنا لا بد أن ننتبه لهذه المسألة معرفيا أن كل إنسان ملحدا أو مؤمنا سهل لا يحتاج عقرية أو جهد استنائي لإتخاذ قرارات من هذا النوع مجرد أن تجد ظاهرة لا تعجبك وستجد ألف حجة لإدانتها لهذا نجد أن سهولة الكلام في الدين أو الإلحاد الكل يستطيع أن يفتي في الدين أو الإلحاد ويتحدث رغم البعض أن يقول لك هذه مسألة صعبة لكن في الحقيقة سبب انتشار الدين أو قناعة الناس بالأديان وأساطيرها وقصصها هو لأنها سهلة وقابلة للفهم القبل مختلف الناس مجرد أن تؤمن وانتهى الموضوع أن لا تعمل العقل فالمسألة لا تحتاج جهدا كبيرا شخصيا يعني أشوف قنوات اليوتيوب أجد عشرات بالمئات الذين يتحدثون مع الدين أو ضد الدين طبعا مع الدين بالملايين بالآلاف وهؤلاء كلهم يكتبون تعليقات سريعة مثلا يطلع لك واحد مثل قنابي تلقي مليون متابعة لكنهم كلهم عبارة عن واحد أو اثنين يعني تقرأ تعليقات هي نفسها لن تختلف وكأنما هما كوفي بيست وذهن مسطح في عملية الاتباع سهلة جدا وهذا هو ما يعول عليه الدين ما يعول عليه الملحد هو أصحب بهذا بكثير لكنه أيضا يستطيع أن ينتقد ويكتب عشرات الكتب على مساوء الدين ومناقبه أو أضراره السؤال هل ما زلنا نحتاج الإيمان في عصرنا هذا أم نحتاج الإلحاد جوابي مجتمعاتنا المعاصرة لا تحتاج إلى الإلحاد إنما ما تحتاجه والتحرر من ظل الأديان الموروثة الثقيلة على قلوبنا والخروج من حيث الفضاء الخروج حيث الفضاء المفتوح الذي ينتظرنا حيث الخروج حيث الإنسان الذي هذا هذا الذي نجح في عبور آلاف السنوات الصعبة هذا الإنسان الذي تخلص من ما لا يحصى من المخاطر وحان الوقت الآن لأن يتخلص من أدراني الأصور الكديمة التي ما زالت تلتصق به لغة وفكرا وعقلا وحياة هذا الإنسان خرج من كهوف القرون الخوالي خرج من حالات من الأمراض من الأوبئة التي كانت تفتك في كل شيء ملايين البشر يموتون بسببها من الظلم من المعارك من الخوف من الظلام من اللصوص من قطع الطرق من الحيوانات المفترسة هذا كله يجب أن الآن الإنسان بدأ يخرج من هذا الجو الذي صنع لنا الأديان التي بقيت معنا هذه الأديان هي جزء من هذا هذه الهواجس هي بقايا أثرية ما زالت ملتسقة بنا وعلينا أن نتخلص منها بالتالي الأديان القديمة ما زالت بيننا هذا هو الذي يفجر داخلنا سؤال الإيمان والإلحاد هو الإيمان بماذا؟ الإيمان بالماضي وليس الإيمان بالمستقبل والإلحاد بالماضي وليس الانفتاح على المستقبل معنى المعاني كلاهما باقيان في الإطار نفسه لم يخرج عن هذه هذا الأرينا أو الحلبة الرومانية للصراع دائما بين الأشرار والأخيار وهذه المعيارية حسب تعبير دكتور صديق الشريف دائما نقول هذه المعيارية بالنظرة المانوية كما يقال هذه النظرة المانوية يجب أن يتخلص منها الإنسان وعلينا أن نعرف بأن هذه الأديان التي ورطناها بالضمن ما ورطنا من ماضينا هذه الأديان فشلت في مواكبة العصر ومتغيراته الهائلة وقادتها باتوا شطارا فقط باستعباد الناس خشة فقدان سلطتهم وسطوتهم على الناس هذا ما نناحظ طبعا بعالم العربي الإسلامي ورأينا جميعا أن هذه الشعوب بما لا يخفى لم ترتقي بعد لمصاف الشعوب المعاصرة الأخرى لا ثقافيا ولا علميا ولا تقنيا السؤال الثاني مالك الرئيس هل هناك دين حقا بيننا قبل كل شيء يعني لا بد أن نعرف بأن هذا أننا نتحدث عن موضوع الإيمان فبالتالي لا بد نتحدث عن وجود ما يسمى دين أو أديان هل يوجد هذا الدين أصلا بيننا الجواب برأيي كل ما هو موجود هو مجرد مؤسسات دينية وتشرف على أو تسيطر على الناس ولديها جيوش الفترونية تعمل لصالحها تفرض طقوس وكل هذه الطقوس فارغة لا أساس عقلي أو روحي لها لا تقدم شيئا للمؤمنين أو جماعة المصلين إنما تقدم فقط ما يسمع لهم بأن يكونوا مطيعين وخاضعين ومستسلمين وامتثاليين لكل ما يقال كما تفعل الأغنام في حضيرة الرعي مشكلتنا المعاصرة إذن ليست أيضا في الإلحاد الذي يعتقد نسبة كبيرة من الآن الذين يتبوؤون أو يتولون مسألة التنوير يعتقدون أن الحل هو في الإلحاد أنا أعتقد لا بالعكس الحل هو في معالجة مشكلة الإيمان الذي جرى تجييره واحتكاره بصالح المؤسسات الدينية هذه المؤسسات الدينية في صراحة في الحقيقة هي مؤسسات غير دينية هذه تسمية مزيفة وغير حقيقية في الحقيقة هذه مؤسسات قمعية لأن كما أقول في البداية لأن وجود دين بالمعنى القديم لم يعد ممكنة يعني مش مسألة انتهت الدين ابن عصور مضت يكفي قراءة حادثة الدينية واحدة أو حديث نبو الآن يتحججون به ويتكلمون عنه لندرك هذه القضية سندرك إن كان الدين أصبح أو أسأل الآن إذا كان الدين شأن تاريخي فهذا ما نسميه دين الآن ما هو الجواب كما قلت إنه هذا الدين الموجود هو مجرد شعار ترفعه المؤسسات الاستبدادية وهي تبتز من خلال هذا ما يسمى دين تبتز المؤمنين عبره أخلاقيا تبتزه ماليا تبتزه سياسيا وحتى نفسيا هذه المؤسسات لديها جيوش الكترونية تخرج أمامك أينما تذهب حتى عندما تبحث عن معلومة بسيطة في جونجل تجد أن تطلع لك 20-40 قناة بالصفحة الأولى يعني معناته ها أكو دفع وأكو أكو تركيز وأكو مؤسسات تعمل على هذا الموضوع وأنا متخصص بعضا ما في مسألة الإعلام التواصلي طبعا هذا الكلام لا يخص الدين الإسلامي فقط بس لكن هو ينطبق على جميع الأديان لكن تركيز الأساسي وعلى الأديان وبعض الأديان الأخرى طبعا المسيحية منعتها بدرجة أقل لماذا؟ لأن الإسلام ما زال يرفض الحجار ما زال يرفض قيم العصر مثل وفي مقدمتها حقوق الإنسان في مقدمتها مبادئ الحرية والتعبير والديمقراطية وأيضا يرفض هذه النظرة العلمانية للعالم والأشياء وهذه المسألة الأساسية هذه العلمانية أصبحت مسألة لا تقبل النقاش لا أعني العلمانية معناها السياسي أو الحزبي أو التكتل أعني النظرة العلمانية للعالم والأشياء والذات وكل شيء لا أتحدث طبعا نظريا حتى لا أتحدث نظريا أقول ظهور الملحدين علىنا وإن كانوا يفتقدون حتى الآن لقيم واضحة خاصة بهم هو دليل ممتاز على وجود متغيرات جدية كذلك دليل على وجود يعني أيضا من داخل الدين نفسه نجد بوادر تفكك ديني يعبر عن تعبر عن ظاهرة انتشار جماعات دينية عديدة منها القرآنيين أيضا هناك جماعات تتخلى بعدها تتخلى عن ديني موروث وتلجأ للإيمان بالدين خاص بها كثير عشرات الناس نسمعهم وقال أنا لا أمن بكل هذا الموروث أنا أمن بالدين وبطريقة الخاصة الآن الفكرة مالت الخاصة بهذا الموضوع أقول بأنه هل نحن بحاجة إلى الإيمان الحر أم نحن بحاجة إلى إلحاد حر طبعا هذا كلام أقول بأنه يعني أولا إلحاد أمر ليس ممكن يعني ممكن أن يبقى مصطلح مفهوم موجود لكن عبر التاريخ عندما نفحص التاريخ لن نجد شعوبا ملحدة هذا أمر غير ممكن دائما هناك شعوب تؤمن بمنظومة منظومة علاقات تواصلية فيما بين أفرادها هذا تعبر عن منظومات أخلاقية كما هو الحال كونفوشية في الصين منظومات يعني تأملية على تقوسية مثل الهندوسية أو منظومات توحيدية على طريقة الإسلامية والمسيحية بالتالي الإلحاد أمر مستحيل لا يمكن أن يوجد إلحاد بالمعنى المطلق هذا أمر غير ممكن لأنه كيف تتوحد الجماعة هذا وفقا لتعريف للدين أن الدين هو القطيع القطيع البشري وليس القطيع الحيواني الذي ينتظ ضمن مظلة منظومة من الألاقات التي لا بد منها لكي تستمر الجماعة وإلا لن يستطيع أي إنسان أن يعيش لوحده بالتالي الإلحاد مستحيل معنى الإلحاد أنه لديك إيمان ما لا بد أن يكون لديه إيمان الأقول أن الأديان انتهت بالنتيجة الأديان انتهت بشكلها القديم وليس معنى أن الأديان لن تظهر مرة أخرى الأديان انتهت لأسباب خمسة أسباب مثلا أو ستة أولا لأنها الأديان القديمة مؤسسة على فكرة الجماعة وليس على فكرة الفرد أو مفهوم الفرد هذه الجماعة التي تقيم كل شيء على لصالح الجماعة وعلى حساب الفرد وربما تضحي بالأفراد بسهولة أيضا هذا الأديان انتهت لسبب بسيط وقوي جدا أنها فقدت ثقة المؤمنين بها وتجارب كثيرة أثبتت هذه المسألة لم يقدم الدين أي تجربة ناجحة الدين المورف لم يقدم أي تجربة ناجحة خلال النصف القرن الذي مضى مجرد كلام ووعود ولغة فاضحة عامة ليس لها تعريفات واضحة لا تعرف ما هو الإسلام لا تعرف ما هو الوحي لا تعرف ما هي النبوة لا تعرف ما هو ما هي العقيدة لا تعرف ما الفرق بين المذهب وآخر تجد فقه مجرد يسيطر على الناس وهو بالحقيقة الفقه الموجود هو فقه علماني مئة بالمئة لا يقولون أنه مصادرهم الكتاب والسنة لكن هذه كذبة أجعل جميع للتحقق من مصداقيتهم أيضا هذه الأديان فشلت للسبب الثالث هو أنها فشلت بالتأقلم مع قيم العصر المعاصرة أيضا هذه الأديان لم تظهر تقبلا وتسامحا تسامحا حقيقيا مع الشعوب والأديان الأخرى أيضا خامسا وآخيرا عجزت عن تقديم أي مقاربة لمفهوم الحرية الإنسانية أي مقاربة لمفهوم الإنسان ما زال الإنسان في نظرها عبدا وهذا هاي كاركة يعني أنا لا أنتقد الدين فقط لأنه بالعكس هذا الدين فشل في أن يرى الإنسان كما هو العصر بأكمله قائم بأكمله قائم على مفهوم الإنسان والإنسانية فيه إشكالات طبعا هذا المفهوم لكن قائم عليه أساسا بالتالي إحنا مضطرين في رأي الإيمان بأديان جديدة وليس نشر مفاهيم الحادية جديدة لأن هذا غير ممكن كما أقول أديان نحتاج أديان حرة منفتحها على نفسها وعلى الآخر كما قلت أنه الأول مرة عبر التاريخ يعني حاجة حاجة الجماعات البشرية مختلفة بعضها لبعض أصبح أمر لا يمكن التخلي عنه بل لا أصبح رئيس مال المجتمعات المعاصرة هو الفرد والإبداعات الفردية وقدرة الفرد على الاستقلال وعلى ابتكار شيء يزيد من رصيد الجماعة التي ينتمي إليها أو المجتمع الذي ينتمي إليه الحياة أصبحت متخصصة جدا وكل إنسان له قيمة عليا لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها نحن بالتالي بالنتيجة بحاجة إلى الحاج الحر وليس الإيمان الحر طبعا بتعبير الفيلسوف الراء فتح مسكيني عد كتاب اسم الإيمان الحر كتاب راء طبعا وأنا أقول لا بالعكس نسنا بحاجة إلى الإيمان الحر إنما نحن بحاجة إلى الحاج بالمعنى الذي أعنيه كما شرحت سابقا هذا الإيمان هو إيمان خاص وليس إيمانا حرا هذا النوع إيمان في رأيي لا ثواب فيه ولا عقاب لا جحيم ولا نعيم كل يعني كل واحد من مؤمن بي يمتلك حقه في انتقاء الدين الذي يعجبه الدين الذي يختلف عن ديان الآخرين ويرفض أن يكون شبيها بدين آخر دين يمكن أن يكون علامة فارقة على كل إنسان مثل ما يكون تكون أسماؤنا على مفارقة علينا تميزنا عن بعضنا البعض كل اسم لدينا كل إنسان يحتاج لأن ينشئ دينها الخاص وهذا الدين يجب أن يلحد بكل الأديان الأخرى مع الاحتفاظ باحترامه لها أيضا أنا أرى بأن الإلحاد هو أكثر إيمانا وصدقا من الأديان المزعومة الموجودة الآن نجد وفقا لأي نظرة عامة أن الملحدين الآن هم أكثر إيمانا بأفكارهم من المتدينين أكثر إيمانا بمنهجهم من رجال الدين وطبعا أقل شرا بكثير من رجال الدين الشر الذي ينتجه ويفرزه رجال الدين شر عظيم حتى الشيطان يحسدهم عليه أكاد قوله والسبب هي يعني ما يحتاج نسو يعني عصرنا هذا بحياتنا رأينا الكوارث التي سببها رجال الدين لماذا الملحدين أكثر إيمانا وصدقا في رأيه لأنهم صادقين عانوا كثيرا وكانوا من أبرز ضحايا الدين وبالتالي يجب أن نتضامن معهم بدلا من أن نتصدى لهم أنهم رغم النقدية للإلحاد أنه لا يقوم على بعد ذلك أتحدث عن النقدية للإلحاد لكن هذا لا يمنع من أن نرى الأمور بعين مفتوحة خارجة يعني نزيح التعاطف جانبا الآن أو النقد أو التصدي أو كراهية الأديان الموجودة أو الملحدين علينا أن نزيح كل شيء لأن هدفنا هو ليس الأصلاح هدفنا أن نرى الأمور بتجرد وبدون حساسيات والفعال زائد كما يفعل رجال الدين وأعدائهم نجد الملحدين الآن أتهم مميزات ممتازة أنهم يتبعون إيمان حر نقي متحرر من التزامات الدين وطقوس الفارغة من المعنى في المقابل نرى رجال الدين متحررين أنفسهم من قيمهم الدينية المؤننة المؤلنة كليا تجد أديهم الأموال والحسب والنسب الملحدين الآن أكثر إخلاصا وعطاء ونزاهة ورغبة في تقديم ما ينفع الناس في المقابل نجد عنجهية وتسلط لا حدود لهم من قبل رجال الدين والحاشية المرتبطة بهم نجد الملحدين الآن أكثر فهما لمشاكل الدين وإدراكا لتعارضه الصارح مع الواقع وحاجات الواقع وحاجات الناس بالمقابل نجد جهل واتباء أعمى لكل نصوص الدين الموروث ومسايرة شبه مع دوم المتغيرات الواقع هؤلاء ما زالوا يعيشون في القرون الوسطى ويرجون الناس أن تعيش يرغمون الناس على أن يبقون رازحين في كهوف القرون الوسطى الملحدين الآن أكثر تضحية وإيثار ورغم أنهم يعانون الأمرين بدءا من حرمان الاجتماعي وانتهاء بالقتل والتصفيات الجسدية أو في أفضل أحوال تشويه السمعة وقطع الأرزاق في مقابل الملايين التي يكسبها رجال الدين وهذا أمر لا يخطى على أحد الملحدون واللادينيون أصدق بما لا يقاس ولديهم على عكس رجال الدين قدرة على المراجعة والتصحيح والتطور الملحدون يقدمون تصورات جديدة دائما ويحاولون إرساء قيم وينتجون أو يخترحون السياسات قائمة على أسس أخرى غير الأسس الدينية التي تكاد تفتك في كل شيء في حياتنا لكن هذا التصورات الجديدة للملحدين ما زالت قاصرة من وجهة نظري فيما بالمقابل أيضا لا يقوم رجال الدين بأي جهد للتصحيح أو المراجعة مجرد ينشرون الأكاذيب والإدعاءات بل أنهم عاجزون تماما عن هذا حتى لو شاءوا أي أنهم لا يستطيعون الإصلاح لأنه ثمنه بها جدا لو أبسط رواع الإصلاح لا يستطيعون أن يقومون بها الإلحاد الجديد أو الملحدون الجدد أو الإلحاد الجديد لا يقوم على مصلحة الله أو الدين إنما يقوم على مصلحة الناس للناس الأولوية فلا توجد بعد الآن لسنا بحاجة لأي مرجعية لاهوتية لأي شيء المرجعية الأساسية هي الناس ومصالحهم وضمان حقوقهم واتحادهم وتوحدهم على أسس جديدة واقعية أقول أنه مساوى الدين كما نرى أخطر بكثير من مساوى الإلحاد خاصة نعيش الآن في عصر العلم والكشف عن الخرافات الدينية المشكلة صارت لأنه الدين الآن في مأزخ كبير كارثي لأنه لم يقدم أي شيء مجرد الدعاءات وكلام وغيوم لغوية وعبارات غامضة لكن يطرب لها الأتباع لأنهم لا يسمعون غيرها يعني هو من طفولته يسمع هذا الكلام الترداد نفسه يوميا يوميا أصبح مؤتادا عليه ويضع اللايك ويتبع الكهنة كما تتبع الشات راعيها أصبح الإلحاد من النتيجة أو ما يسمونه شبهات الملحدين الإلحاد وملحدين أصبحت آخر سفينة لنجاتهم وخاصة من الإخوان والسلفية والجعفرية والمتعصدين الدينيين بشكل عام هؤلاء أصبحوا يبررون من خلال الإلحاد وبحجة الإلحاد كل ما يفعلون كل النهب والسلب والتشويه الذي يتكبوه بحق الناس والسبب واضح لأن الدين والإيمان الديني يعتمد على الانفعال يعني المشكلة ليس فقط بالدين هو جوهر الدين يقوم على الانفعال والتحشيد القطيعي لهذا يحاول أن يرفع من شأن الإلحاد ويهول من شأنه ويحاول أن يقول انظروا هذا الإلحاد ومنحاديين انتبهوا يا ناس نحن الذين سننقذكم من مساوى الإلحاد طبعا هذا الإلحاد بهاي الطريقة رح يمنح لهم يعني هدية مجانية الحال هو أن المتنور أو التنوير لا يضع نفسه في هذه النظرة المعيارية للأمور أن لا يريد يصير مرهد حي يصير مرهد لكن عليه أن لا يفطن إلى أن الموضوع أكبر من مسألة الإلحاد وأكبر من مسألة الدين نحن الآن نعيش في ظرف مختلف لا علاقة له بالإلحاد جوهريا ولا علاقة له بالدين جوهريا فبالتالي السقوط في هذا المستقع هو أيضا عودة إلى الماضي وعليه أقول أن الإيمان هو المشكلة وليس الإلحاد كما قلت أنه كلاهما ينطلقان من مستوى نفسه يعني يعني الآن رؤى نضحك على أنفسنا باستخدام مصطلحات الإيمان والإلحاد يعني مجرد محاولة تفسيط الأمور وجعلها بهذا الشكل يعني لا أرى أنها فيها استسحال مخل فقط لكي نرتاح ذهنيا ولا يهم بعد ذلك ما يجري كل واحد ما عجبنا يقول هذا ملحد هذا مؤمن هذا كذا هذا كذا يعني مجرد أحكام قطعية وعمومية جاهزة الملاحظات باختصار أولا المشكلة الكبرى في كل موضوعة الإلحاد والملحدين وأنا أعتبر نفسي يعني وجهة نظري بالإلحاد أنه مؤسمين اختزالة الإلحاد الملحد دائما يصور لجميع بأن المشكلة تكمن في الدين فقط تركيزها بأكملة موجهة نحو الدين المسألة هي الدين هو أيضا إفراز يعني يعني هذه المشكلة الدين إفراز من الواقع ولا يمكن فصل الدين عن الواقع والتاريخ والسياقات الزمنية والمكانية والاجتماعية الدين هو هو نتيجة نتيجة لهذا الصراع أو هذا الاحتدام والتداخل الطبقي والتداخل المكاني والزماني والسكاني والإثنографي والسيسيولوجي كل شيء به الملاحظة الثانية أن الإلحاد يفتقد للعمق الفكري ودائما يقدم أو يعتس اتجاه محافظ أخلاقي مثالي الواقع البشرية هي الأساس وليس الدين علينا أن نتذكر المسألة ليس الدين كما قلت الدين هو إفراز لكل ما يحضر داخل المجتمع لكن هذا الإفراز قائم على أسس قائم على مصادر قائم أكون هناك دوافع وعوامل تؤدي لهذا الواقع البشرية بالتالي هي الأساس وليس الدين الدين هو مظهر من مظاهرها فعليه أن أنا أعتبر يعني استغرب أن الأغلبية تركز على مظهر من مظاهر الواقع البشرية وهو الدين ويهملون جذوره وأسبابه أيضا مشكلة الملحدين أيضا هي عدم اهتمامهم مثل رجال دين نفس تقريبا لا يهتمون بمسائل الفقر والظلم والإذلال أي ما يقف كل هاي الفضاء التي يستنكرونها هما يستنكرون جزء كبير من نسبة كبيرة من يستنكرون الفضاء التي تتم باسم الدين لماذا لأنها باسم الدين لأنه كل تركيز على الدين فقط وكأن لا شيء آخر غير الدين وهو عدوه اللدود الوحيد أيضا لا نرى لديهم توق إلى عالم أفضل لا نرى مثلا لدى الكثير من الذين يتبنون خطاب الحاج أو يتبنون خطاب التصدي للدين والموروث أنا كما قلت ذكرت محاسنهم لكن الآن أذكر مساوئهم وهي أنهم يعني لا يحملون من يقرأ لهم أو يتابعهم أو يشاهدهم أو يسمعهم لا يعني لا يفعلون كما يفعل مثلا نيتشا أو سارتر أو شوبنهاور يعني لا يفعلون لا يدعون الناس إلى الاعتراف بعبثية الحياة ولا جدواها وضرورة البحث عن معنى المعاني الجديدة بدلا من التورط بحروب المعاني التي خارتها شعوبنا سابقا وخاصة حروب الأديان الأديان كلها تحارب من أجل المعنى وتقول أن المعنى الوحيد هو الذي أنا وجدته وكل من عدايا هو كافر وباطل وملحق الاعتقاد بي يعني ما كنت أدي فكرة بعد تسييس الدين والتدين السياسي مثال الحجاب مثلا يعني عندما الآن أصبح الدين السياسي والسياسي دين وهذا الخلط هو تشوش بذهن الناس ومثال الحجاب مثلا الحجاب تم توظيفه السياسي لكن دينيا لا أصل له حقيقي الحجاب هو حجاب العلاقة بالستر بين النار وليس على الرئيس فهذا أنا لا أريد أن أقش المسألة الفقهية لأنه ظهر من الخارج أنه كيف تحول السياسي إلى ديني والديني إلى سياسي وكيف من جهة الأخرى كيف تم فرض الحجاب على الجميع وهذا هو ما أسميه تحويل الديني إلى سياسي عليه أقول نحن كائنات أخلاقية تطورنا بفعل رغبتنا بالتعاون مع بعضنا أو حاجتنا للتعاون حاجتنا الأساسية للتعاون وإلا الآن مثلا أنا عندما نشترك في بيث أنا وصديقي شريف يونس عندما نشترك في بيث ونتناقش وبيننا مسافات وآلاف الكيلومترات وهناك أناس يجهزون للإنترنت هناك ناس باليوتيوب يطلعون مشاهدنا هكذا كل نتاج الحاجة للإنسان للتعاون ولم يحدث كل هذا إلا نتيجة للتعاون الأديان تدمر هذا التعاون المعاصرة تدمر هذا التعاون وتفسد هذا التعاون وتجعلنا أعضاء غير فاعلين في الجماعة البشرية لهذا السبب نحن فشلنا جزء رئيس من فشل مجتمعاتنا هو تمسك بالدين أدران الماضي وأقدر هذه الأدران هو الدين الموروث لهذا نحن لم ننجح بامتحان الإثار والسخاء والعطاء حتى الآن دائما لم ننجح أيضا بأبسط المبادئ الإنسانية يعني كان سابقا ممكن نقول أنه التعاون بين البشر جميعا مسألة مستحيلة لا يمكن أن نتعاون عدد هائل من الجماعات فيما بينهم دائما هناك شحة في الماء والكلأ كما يقال في الموارد فبالتالي كان لابد من أولويات أولويات جماعتي على جماعات الأخرى ولا بد بالتالي أن تظهر عديان أنصرية أو تصنع وتعتاش على الكراهية وعلى الحقد الذي تمارسه ضد الآخرين والآلهة بدليل الآلهة التي تصدر لدينا هي آلهة توحيدية أنه أقصى الآلهة التي خرجت لدينا هي آلهة توحيدية عندما تقول لك يهوى يهوى وهذا الوحيد الإله المنطقة وجماعة مالتي وكل إله آخر لا أعترف به وأعتبره عدوا وأحتاج إلى قرابين لكي أضمن ولاء جماعتي الله بالنسبة للمسلمين هو الله التوحيدي الذي يجمع قبيلة المسلمين فيما بينهم أما كل ما عداهم فهم ناس لا علاقة لهم بما يجري أيضا يعاني الملحدين أو اللادينيين من وهم الموضوعية هذا دائما يعتقدون بأنهم موضوعيين جدا ويقولون الحق كما يقول رجال الدين يعني لم نختلف الأمر بالنسبة لهم علينا لأنه هو ورط نفسه دخل في صراع مع الدين وفي الحقيقة يجب أن يرتقي ويعلو على الدين ولكي يرى بشكل أوسع وموضوع أوسع لا يسقط فيها الروح المانوية أو المأيارية كما يقول صديقي شريف هذا الموضوعية أو أهم الموضوعية يقول لا دينيين يقول أصحابها إلى الوقوع في أوهام عميقة لا واعي كما قلت الإلحاد بسيط حاله وحال الإيمان ولا يملك عقلا أو عمقا فكريا كافيا مثله حاله وحال الدين الدين دائما يقوم على على أسس واهية ميتافيزيقية غامضة أسطورية وكلها تصدر عن تولد داخل الجماعة حسب الانتماء وهذا حسب الانتماء يولد انفعال وغضب ورغبات مثالية أو أجوانية تديم أواصر الجماعة البشرية هذا كلها آدت لنا إلى صورة إلى خلق صورة لله حسب ما يقرها أن الكهنة والدجالين صورة مضطربة إلهه لا تعرف ما هو لا تعرف ما هي فائدته موجود مجرد اسم لا تعرف ما هو ما هي فائدته صورة مضطربة وهذه الصورة لم يطوروها بأي شيء من أشكال ما زال الإله نفسه وكأنه مجرد يعني صورة من صورة الشيخ القبيلة أو أو ما يسمى خليفة كل ما يفعله رجال الدين في بتصوير صورة الله أنهم يشوهون هذا الصورة بتصويرها بصورة الماضي البشري ما زال هذا الإله يطلب الطاعة فقط وكأنه شيخ عشيرة قديم ولم يفكروا لحظة بالخروج عن ربقة النص أو زنزانة النصوص التي يعتبرها فيها كل الحل والعقد الأمر المهم الذي يشير أنه مهاجمة المتدينين يزيدهم تطرفا عندما نراقب تاريخ الأصولية والأصولين نكتشف هذه الحقيقة كلما هاجمت الأصولين والمتطرفين والمتدينين كلما أزدادوا غلوا وأزدادوا شرا وهذا بالعكس يوفر لهم الجانب العنيف الذي يحتاجونهم أنا عندي محاضرة عن أن العلف جوهر الدين وليس العكس أن ليس الدين هو الذي يولد العنف إنما الدين هو مصدر العنف وبالتالي وجود الدين هو لمأساسة العنف مثلما هي الدولة لمأساسة العنف كما يقول ماكس سيبر المتدين يعتقد أن هناك بابا واحدا للحقيقة وهذه مشكلة انتقلت وأصابت الملحدين لأن الملحد غالبا أو لا ديني هو خارج من ربقة الدين فيبقى دون أن يشعر في هذا الهاجس بأنه امتلك الحقيقة عندما يخرج يقول أنك شفت الحقيقة أن كل الحقيقة كانت مزيفة لكنه لا يشعر بأنه يصقف في حقيقة أخرى أو وهم الحقيقة الأخرى وهكذا المسألة تبقى رجراجة وعليهم أن يدركوا هذه المسألة الحقيقة هي نفسها يعني يعني أيضا تقوم على الإيمان والحجس يعني حتى الحقيقة العلمية يعني لا يمكن أن الحقيقة العلمية ليست مطلقة عندما يقول لك حتى الموضوعية لا يوجد شيء مطلق دائما كل شيء يقوم على الإيمان والحجس لكن هناك قدرة على التجرب والتجربة المحاكمة الأخلاقية بالتالي على المتدينين وعلى الدين هي لا تنفع وبالتالي لن تقدم لنا خطاب إصلاحي وأيضا يبقى الملحد أو اللا دين يدور ضمن دائرة الأخلاقية نفسها التي خلقها الدين بمعنى أنه يعترف بوجود مفاهيم مثل مفاهيم الصدق أو الكذب أو الأمانة وعكس الأمانة يعترف بالفضيلة وعكس الرذيلة يعترف بالشجاعة والجبن بالقداسة والدناسة بالحلال والحرام لكن يحول الخيانة والبراء هذه كلها تنتقل لا يطور قيم جديدة وهذه مشكلة الملحدين أنا كتب طويلة عريضة لكن محاكمة أخلاقية لن تؤدي إلى نتيجة ولا يفضلون إلى المشكلة الأخطر وهي أن عليك أن تكون لا بأس كن ملحدا كن لا دينيا كن ما تشاء أو كن متدينا لا بأس لكن قدم لي رؤية فلسفية أو معرفية تحلل هذه المفاهيم الأخلاقية التي يعتمدها هذا النص الديني أو ذاك هذا الذي نحتاجه الآن ما نحتاج واحد يأتي على ممكن أكتب لك خمسة آلاف كتاب لن أتوقع عن مساوى الدين ومثالبه طبعا طلع لك مساوى بالعكس هي هو المحل الدين هو هالمساوى هو الشر الذي يزرعه الدين هو الذي يؤجب بالناس بدليل بدليل بقاء الدين ونجاحه على مدى خمسة آلاف عام الدين لم ينجح لولا الشر الذي فيه لولا السوء الذي فيه لولا أن أدام الأخلاق الذي أصاب الكبار القائمين عليه من صغار الكهنة لكبارهم هؤلاء جميعا هم الذين سببوا نجاح الدين الناس تتبع الدين لأنه شرير هذه الحقيقة شرير الدين شرير ويمارس الشر والأدوانية والعنف وهذا ما يجب البشر بدليل استمرار لحد هذه اللحبة هذا الدين يجب أن نتخلص منها هذه الفكرة وأختم وشكرا جزيلا عندي كثير من الكلام لكن أعتقد طوالت بما فيه الكفاية شكرا يا أستاذ منصور على هذه الوقبة الدسمة اللي أنت قدمتها لنا وفي الحقيقة أفكار كتير لا تقال عادة أو مش متدولة ومش معروفة ومش منؤولة من كتب بشكل مباشر خالص وطبعا تستحق كثير من المناقشة وهنا حاول بس أقدم مجموعة من التساؤلات لتوضيح رؤيتك بشكل أكتر فيما أظن يعني أنت في موقف أساسي مش واضح أو اللي هو من جهة الحياة فيه مشاكل ومن جهة الإيمان الموروث والدين اللي جاي من الوصول القديمة فيه مشاكل فإذا كانت مجتمعاتنا مش محتاجة للحياة بل محتاجة زي ما أنت قلت للتحرر من الأديان هل مقصود بده نوع من الإصلاح الديني يعني هل القراءة الجديدة ليه الأديان هي أو بما اتفق مع قيم العص الحديث هو ده المقصود بالتحرر الديني هل دين فقط يعني وبعدين هل الدين من الأساس كان مجرد جاي من الخوف من الطبيعة يعني لما كان الإنسان عاجز عن أنه يتعامل مع الحيوانات المفترسة ومع الظلام مع لكن يعني من ناحية أنت قلت الكلام دو ومن ناحية تانية اتكلمت حوالين أن الدين هو الجماعة فهو مش واضح حلوة لتنين ولا فيه واحد أساسي واحد ثانوي ولا إلا علاقة هل هو حاجة هل دين له علاقة فقط بتخلف الإنسان أو عجزه في مواجه الطبيعة أم أنه هو نوع من الرابطة الاجتماعية أم هم الاثنين من ناحية تانية يعني مش عارف هل يعني لما أنت بتكلم حوالين أن الدين حالي هو دين قهر مؤسسي أو يعني هي مؤسسات قهرية بتفرض عن ناس حاجة وخاليان محتوى وبتقول إن دي مش أديان فهنا في مشكلة شوية لأنه طب إيه اللي بيميز المؤسسات القهرية دي عن غيرها يعني المؤسسات القهر كتير جدا يعني وممكن إيه في حتى مؤسسات دعائية لأفكار زي بتاعة مثلا المؤسسة بتاعة جوبلز بتاعة هتلر في فترة الألمانية غيرتلارية فإلى أي حد يعني المؤسسات الدينية عشان تكون قمائية لازم تكون تدول الحاجة اللي هي الدين وبالتالي إزاي أنت بتنفي يعني اللي بتحط في نوع من التناقض أو اللي هو الاستبعادي إنه يا دين يا إما مؤسسات دينية قهرية طب ما هم أصلا يعني مؤسسة دينية محتاجة دين علشان خطرت أو هي تبنت أصلا لأنه الفرد بيدخل بلاي المؤسسة موجودة يعني هو بيبقى داعية أو مثلا قصة في كنيسة أو شيخ في الجامعة وكذا لأن المؤسسة موجودة هو بس يشغل فيها دور فزي ما أنت قلت يعني يعني أي نظرة لازم تكون تفسيرية يعني بمعنى أنه وجود هذا الدين بهذا الشكل له أسباب فحتى لو أنت حتقول عليه إنه مش دين فهو يعني هو أكيد له أساس قوي في الواقع مش مجرد إنه نوع من الوهم أول لأ أنت شايف لأ أنه نوع من الوهم ها أجاوب علي هسا تجاوب على دول وبعدين نكمل لا أنسى يعني آه ماش خلاص أتوقف أنا وأنت أجاوب طبعا فعلا الدين هو بأتبار هو الطاعة يعني وهذا من تعريفات الأساسية باللغة العربية هو الطاعة والحكم وحتى من تعريفات بالقرآن الكريم أيضا هو الحكم أو السلطة أو يعني الامتثال أو الإدعان أو فرض الإدعان وحتى عندما تروح على العبرية تلقى معنى القضاء يجي بالتالي هو مؤسسة قهرية أصلا لم بجديد الآن الدين اختفى ولم يعود إلا سوى مؤسسات قهرية يعني بالضبط أن هذه مؤسسات قهرية لا تقوم على أسس حقيقي الأسس التي كانت تقوم عليها اختفت يعني الآن صورة الإله كما شرت لاحق بعد ذلك صورة إله لم تأجه صورة نفسها يعني الآن لا يمكن تتخيل الإله الإسلامي بالصورة التي كان يراها ابن العصر العباسي أو ابن الزمن الأموي أو ابن البأث النبوي حسب الرواية الإسلامية في مكة والمدينة لا يمكن تتخيل وجود نبي نبي الآن يتزوى تسعة نساء لا تتخيل الأحكام الشرعية حكام الدبع والصلخ والصلب والجلد والرجم لا يمكن تتخيل العبيد فبالتالي لا أقصد الأحكام التفصيلية أقصد هذه الصورة هذه المشهد بأكمله الذي سمحه بوجود هذه المؤسسات الدينية غائبا هذا يعني التناقض أعتقد الآن ينحى أو سؤال ثاني هل هناك الإيمان أنت رأي بأن قلت أن الإلحاد فيه مشاكل والإيمان كذلك فيه مشاكل قلت أنه غير واضح ما المقصود بالتحرر الديني وأن هذا هو أصلاح أنا لا أقصد أن أصلاح الدين لا يصلح نفسه الدين الذي يصلح نفسه يصبح ديناً آخر يعني بالتأكيد لهذا السبب هو سبب الدين الدين يقفل نفسه بنفسه عندما يثبت ويقول أنه هو الدين الصحيح هو بمعنى معاني يقفل نفسه وهذا هذه مشكلة الدين الدين دائماً يقول أنا 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 وبس والباقي كله خس يعني فما لا علاقة يعني وهاي أوكي لا بس يعني عدو في ذلك الزمن لا بس الدين يعني لابد أن الآخرين أو الجماعة المؤمنين أو جماعة المصنين لابد أن يقتنعون بأن هناك مسألة غير قابلة للجدل ويجب عليهم وطاعة لهم وعليهم واجبة لكي تحفظ الجماعة شملها وتديم ديممتها تطول يعني تستمر في الوجود أو تحافظ على بقائها لكن هذا الإصلاح ما يعني الآن ماذا تصلح والله ضراحة فكرة المبالية المهم فهذا قصد أنه لا نحتاج تحرر دين تحرر دين من ماذا انتهى الموضوع الآن الجماعة البشرية لا تحتاج الدين كصور أو فكرة أو توجه يتوحد البشر فيما بينهم على أساسه لأن أصلا الآن فكرة التوحد والتوحيد والتفريق أو فكرة الجماعة واللا جماعة أو التشتت هي فكرة أصبحت أو مفهوم لا ينفع المجتمعات المعاصرة كانت مفاهيم أساسية مفهوم الجماعة مفهوم أساسي هذا ما تجي حتى كلمة دارما مثلا هي مفهوم الجماعة تجي كلمة الصراط القويم هي أصلا أصلا دائما تجد الأديان القديمة تؤكد على الجماعة فكرة الكنيس أيضا أو الكنيسة المسيحية هي فكرة الجماعة فدائما هناك ولاء للجماعة وأهمية للجماعة لحساب الفرد وهذا هو بسبب أو بفضل استمرت الجماعة البشرية وبالتالي لكن هذه المسألة الآن انتهت الآن على العكس تماما فكرة مفهوم الجماعة لم تعد لها حاجة مو أنا نظريا نقول إنما الواقع يقول هذا شيء يعني مو أنا أتحدث أقول إنه هاي فكرة أو طبوح لا فكرة وهذا العلة الكبيرة الآن نحن أداما نيجي على دولنا وعلى مجتمعاتنا بأكملها هي ما زالت بين الجماعة وبين المجتمع لم نصل لدرجة المجتمع لأننا رفضنا الحداثة ورفضنا منتجات الحداثة وعلم الحداثة وأسس الفكرة الحداثة فبالتالي إحنا مع العلين في العراق مع العل يعني يعني لا هو هو في البرزخ ما زلنا إحنا شعوب برزخية لا هي تعيش زمنها ولا هي تعيش ماضيها العفو هاي بعد ما كشيت طيب يعني هنا بقى في مشكلة لأن أنت لما كلمت عن علاقة الدين بالجماعة وأنه بيبني الجماعة لما يبقى كل إنسان حر في تحديد دينه وهو بس بيحترم الآخرين وهو بيصيغوا بالطريقة لتصور ديني زي ما هو عايز طب ما هو دا هيؤدي برضو لالتفاكك الاجتماعي إن ما فيش أي حاجة بتجمع الناس مع بعضيها يعني أنت حر وأنا حر وأنت أعتقد اللي أنت عايز وأنا أعتقد اللي أنا عايز وعلي يقا يعتقد اللي هو عايز ومحمدين يعتقد اللي هو عايز فايب عندنا تصورات عقائدية بعضد البشر اللي موجودين وما فيش ما يدعو لأنه هما يتفقوا عليه أساسا ولا أنه هما ينقشوه عشان كده ده مش واضح يعني عشان كده موقفك من الحد إلى حد ما مش 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 واضح بالنسبة لي يعني الحد بيأخذ المرجعية الدينية وهو في حد ذاته آه سلبي أنا متفق معك بالحكاية دي لكن الحد له كمان جوانب تانية إنه هو يعني له كتير مثلا من المرحدين اللي موجودين هما هما بقوا بيتعانوا مفهوم ليبرالي يعني بمعنى قريب من إنه كل حتحر إنه يفكر بطريقة اللي هو عايزة ويقتنع بالعقيد اللي هو عايزة بشرط إنه ما يسببش ضرر للآخرين بس التعاون الجماعة المتزايد أو تعاون المجتمع كله محتاج محتاج إن الجماعة يكون لها مشتركات خاصة ولا مشتركات يعني التقن للقل بينهم يعني بمعنى إنها حاجة روحية مش مجرد من القوانين التي تصدر ولا هو المطلوب هو الطاعة برضو بس الطاعة لا يمكن تقوم لوحدها الطاعة دايما تبقى مسنودة على مجموعة من الأفكار فهي المشكلة هنا فيما يبدو لي أنه هل يعني هل يعني أنت بتأكد على إنه الإلحاد مش هو الحل لأنه من ناحية الإلحاد السطحي لا يقدم شيئا هو مواقف سالبي وبيقول الدين غلط ومن ناحية تانية هو الإيمان مش حل لأن المجتمع تجاوز مسألة القاطية الديني اللي موجود فعلى ماذا في تصورك سيكون المجتمع أو ما هي رؤيتك ليه يعني في حاجتين ليه القديم مازال موجود وفي نفس الوقت طب إيه الجديد اللي انت شايف إنه هو المقصود يكون موجود آه 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 الآن يعني الصورة تقدك بعد السلح لا لا أه 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 أكو شؤال مهم طلعت جدا يعني قلت إنه مثلا لا اعتبرنا الحاد هو المنطلق أو الحاد الحر هذا رأي يؤدي له مجتمعات مفككة وهذا بالنتيجة احنا ما سونا شي يعني راح بعد ذلك راح يعني يعني يحدث كما ما يحدث قديما أنه تتحول الجماعات إلى جماعات متصارعة إلى أن تفوز فئة من الفئات وتتحكم بالباقين وهذه المجامية هي بعد ذلك تخلق سردية ما كما حصل بالنسبة للمسلمين كما حصل بالنسبة الأديان الأخرى خلقة سردية وخلقة جماعاتها على أساسها وأصبح لدينا مسلمين ومسيحيين وكمفوشيين وتعويين هذا هي جماعات تتولد كما يعني لهذا سبق الفكرة أنه الحاد الحر هو الحاد المهم الآن لأنه الآن نحن 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 بحاجة لأيمان حر والإيمان حر غير ممكن الحاجة الحر هو أن كل الفرد يفكر بأن الآخرين هم الملحدين وهو المؤمن الوحيد هذا تصور يحل المشكلة ويحول مشكلة الحاجة للجماعة وحاجة إلى وجود نظام يجمع الجميع تصبح حاجة لها علاقة قريبة قريبة بمفهوم العقد الاجتماعي أو تصبح العلاقة ليست بحاجة إلى سردية أو أسطورة كما قلت والسؤال الثاني هذا لأعلاقة قلت أنه أنت أشرت لأنه أنه أن هذا الإلحاد سلبي وفعله هو سلبي خليه بقى سلبي أريك بعد حسن لكن معناتها اللي أقصد أنه ما نحتاج تسوي موظومة دينية أو جماعية إيمانية الإيمان لم يعد مسألة ممكن التأسيس عليها ممكن التأسيس على مبادئ علمية مبادئ علمانية أساسية مبادئ إنسانية مبادئ الحريات والديمقراطية موجودة الآن مفاهيم كثيرة جدا تعاوضنا عن الدين تعاوضنا عن الرؤية الدينية للعالم والأشياء والناس والمجتمعات وكل شيء فهذا عدنا بديل عنها فإذا كان هناك حاجة إنسانية للمعنى وللتعالي الذاتي أو الإيمان بمسألة غيبية أو أسطورية أو شردية أو إنسان طبعا يبقى الإنسان بحاجة لأن يجد له طريقا بين وسط هذا العالم الغامض الصعب لكن هذا الطريق لابد أن يكون ضمن ضمن أفق مفتوح وليس ضمن جماعة موحدة ترفع أسوار بينها وبين الآخرين وتحول الجميع إلى قطيع يقتل ويرفض أي شيء يدخل عليه ويرفض الذهاب إلى القطعان الأخرى يعني يرى العالم وفق منظور الجماعات الآن البشر أصبحوا بتقاربين مع بعضهم أكثر اللي عايش في البرازيل أو بالجهة الأخرى من كل الأرضية تشعر به وكأنه معك ليس كما كان يشعر الإنسان مثلا في بغداد أو في دمشق أو في مدينة مثل حلب يشعر بأن هذه المدينة هي العالم بأكمله الذي يعرفه وكل ما لديه هناك مجموعة من علاقات التجارية مع الآخرين وحرف بسيطة وعالم بسيط اقتصادي واجتماعيا وسياسيا فيه مساء الواضحة هذا انتهى الموضوع فبالتالي المنظومة الدينية قصد لم تعد تنفع علينا أن نفكك هذه المنظومة ونخرج من أجه إلى رحابة عالم الواسع وسنجد طريقا طريقة لن نضيع وإذا تهن خلنتهم مو مشكلة يعني إذا هناك طريق مهم نطلع من هذا كهف الفلاطون الدين نطلع منه وهي تلحال يعني ما في مشكلة طيب شكرا لكل هذه الإدحات أنا بس عايز أقول أنه العقد الاجتماعي لا يصلح رابطة بين الناس اه اجتماعيا ما يبنيش ممكن العقد الاجتماعي هو عبارة عن اتفاق زي سيب ونسيب أنا منحق كذا مقابل أن أنت منحق كذا ولكن دي مش علاقة دي يعني علاقة التخارج دي علاقة قانونية خالص فالمجتمع ما هوش المجتمع هو أكيد يلزمه قانون وازدهاره يعتمد على قوة القانون واحترامه ولكن القانون نفسه لازم يكون مبني على حاجات الناس نفسها معتقدها مش بالضرورة الدين ولكن لابد من وجود تصور ماك يعني يعني تصور أن الإنسان يجب أن يكون حرا لماذا يجب أن يكون حرا وده اعتقاد يعني ما في والله لو احتكمنا للتاريخ الإنسان لم يكن حرا فيه معظم فترات التاريخ إذن ما هوش يعني مش حاجة يعني موجودة جوا كده ولا بلتئين ولا إنات ولا أي حاجة يعني يعني مش 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 منبثقة منه بشكل طبيعي لما تجيب إنسان كده تلاقيه بيوش حرية وهو بشكل عادي إنما دي الحرية دي مسألة تاريخية فهي الفكرة أن يعني هل أنت شايف أنه فكرة العقد الاجتماعي في حدي ذاتها تكفي كبديل ولا إحنا محتاجين فعلا أكتر من كده من التصور السلبي للتحرر ده بسبب زي ما أنت قلت إن إحنا أصلا خرجنا يعني إحنا موجودين في كارثة أو يعني إلى حد كبير بنوعاني من مشاكل بتاعة الصحوة وغيرها وبالتالي فمجرد إن إحنا نخرج ده هو اللي حيفتح الباب لإنه بفي بدائل هو طبعا هو العقد الاجتماعي لا يعني العقد اجتماعي وفقا لمفهوم هوبز أو روسو أو حتى من أتى بعدهم لا هو مجرد يعني عادة عادة النظر في مسألة شرعية الدولة أو سلطة الدولة على الأفراد هذا نعيد النظر فيها والنموذج الذي قدم الإسلام النموذج الإسلامي والذي أصبح وراسخ بالذهن أو أصبح نوع من البرادايم في ذهن الكائن أو المخلوق بالتعبير الديني العربي المسلم هو يتخيل أنه دائما هذا النموذج السلطة هناك رئيس خليفة رئيس قائد بطل قومي همام أو بطل ديني أو هذا النموذج هذا هو النموذج الذي ورثناه على مدى ثلاثة آلاف عام هو هذا النموذج الديني هذا النموذج يجب التخلص منه وليس لأنه تخلص منه مجبرين الآن على تخلص منه جربنا كل شيء جربنا حركات قومية جربنا حركات اشتراكية حركات هاي القرن العشرين كان زاخر بهاي الحركات وكلها قادتنا من سيء إلى أسوأ هذا ليس كلام نظري عمليا من سيء إلى أسوأ وآخر ما نمر به الآن هي جماعة الصحوة والتجربة الدينية التي أدت بنا إلى انحطاط ما ليس له مثيل على جميع الأصعب هذا يقودنا إلى أنه نعيد علاقة الفرد بالسلطة نعيد نظر في مفهوم السلطة نعيد النظر في مفهوم الدولة ما زالت الدولة بالنسبة إلينا هو نفسه مفهوم الدولة القديمة الذي هو مجرد تداول بين عوائل عندما يقولك دالت دولة فلان دالت دولة بني أومية دالت دولة بني العباس هذا مفهوم بالسلطة بالنسبة لدينا ما زالنا متخلفين جدا عن هذه المسألة ما زال لحد هذه اللحظة ما زالنا متخلفين جدا في هذه المسألة حتى المفهوم الصدق ما زالنا ناس فاقدين للقيم ولم ترتقي القيم التي لدينا على مرتبة القيم الحقيقية ما زال مفهوم الصدق مزيفا مفاهيم حتى الأخلاق ليست لدينا أخلاق معنى الأخلاق التي تصدر عن موظومة أخلاقية واضحة وفلسفة قانونية وأخلاقية واضحة وليست رجراجة كما هو حال في مجتمعاتنا لا تعرف الصدق ترى الصدق تقلبه هكذا تجدو كذبا تجد القتل يحرم القتل لكنه في لحظة ثلاثة قوات يعني بالصفحة بالقرآن أو بالتورا أو بالإنجيل تجد هنا يحلل القتل وورا سطرين ثلاثة يحرمه الإنجيل لا ما بهذا الشيء فهذا معناتها أن ما زلنا لم نصل إلى الأمر حية الوعي بضرورة وجود قيم حقيقية وأخلاق حقيقية تؤسس لواقعنا هذا كله ما يصير إلا عندما نخرج من الأفق الديني وندرك بأن هذا الأفق الديني الإيماني أو الإلحادي هو أفق لم يعد نافع لنا ولم يعد مسألة يعني نحن بحاجة إلها فبالتالي لا نحتاج الدين ولا نحتاج الإلحادي والدين هو أصلا الآن كما قلت هو غير موجود إلا بشكله الهيكلي مثل ما لدينا الآن هيكل دولة مثل ما لدينا الآن هيكل المجتمع مثل ما لدينا الآن هيكل جامعات الهياكل نحن مجرد هيكل شكلية هيكل إخلاقية تجد واقع مختلف تماما عما نصفه يعني نصف الدولة دائما بأنها متماسكة لكنها بالحقيقة ليست الدولة بالمفهوم الحديث ولا هي ولا الدين هو الدين بالمفهوم الديني القديم الدين مؤجرد مؤسسات قمعية لا أكثر ولا أقل وما يجري هو مختلف تماما عن كل ما يقال أعصب على الطلاقة العلمانية تنفل الحرية تكفلها قبل طيب يعني ممكن أنتقل للمراحظات اللي الناس بيقولوها ولا يعني المشاهدين اللي معنا ولكن أنا عايز بس أقولك أنه يعني هل ممكن تجاوز الإصلاح الديني يعني إذا كنا إحنا في مجتمعات معظم برغم انتشار الإلحاد وبرغم النقد الموجهة للدين ولكن معظم سكانها زي البلاد هم مسلمين ومسيحيين على طواقف وشيء أو سنة وإلى آخره هل ممكن تجاوز الإصلاح الديني يعني هل ممكن الناس يكون عندها تصورات والقيم الأخلاقية خارج هذا الموضوع فلو إحنا انتظرنا تجاوز كل من الإيمان والإلحاد والمناقشة دي كلها دي هتحتاج الحقيقة يعني يعني مش ممكن تكون دي مهمة مباشرة وإذا قلنا إن الإصلاح الديني يجعل دين مختلف ما ليه يكون مختلف فعليا ولكن هو نفس الدين زي ما حصل مثلا بإصلاحات كنيسة كاثوليكية أو أو الإصلاحات كناسب البرشتانتية الليبرالية الجزء منها الليبرالي يعني ممكن ده يحصل نفس الحياة لما بتنتقد القومية والاشتراكية دي في الآخر تصورات علمالية يعني بتتجاوز بتبني مجتمع على أسس جديدة تتجاوز المفروض القبالية وتتجاوز الانتماء الديني معنى أن كل السوريين سواء بقى كانوا من أبناء قبائل والعشائر والأبناء أين كان بقى الأديان بتاعتهم وطائفهم ولكن تجمعهم الفكرة العربية مثلا أو أو حلم الاشتراكية أو المساواة أو غيره ودي كانت محاولة للتجاوز وفشلها في الحقيقة ده الكلام اللي بيكلم عنه الإسلاميين الإسلاميين يقول لك القومية والاشتراكية فشلوا وبالتالي الحل هو العودة إلى لأنه دي أيديولوجيات علمانية وإنه لو كانت الأيديولوجيات العلمانية دي اللي هي فيها شيء من الجماعية فشلت فالفردانية بقى هي اللي هتنفع اللي هي أبعد وأكثر تطوراً فإيه رأيك في هذه الانتقادات؟ هو لا فعلاً والإصلاح الديني يعني تصلح ماذا وما الذي تصلحه والدين اللي تصلحه يصبح ديناً آخر يعني لم يفعل شيء المشكلة هي ليست مسألة إصلاح ديني وعلى أي أساس هل نفترض الآن هنا هناك إصلاح ديني لكن هل هناك حاجة لإصلاح الديني فعلاً؟ أنا لا أرى أن هناك حاجة لإصلاح الديني على الإطلاق وبدليل أنه لم يجر أي إصلاح ديني رغم للدعاءات من أيام محمد عبده حتى يومنا هذا نجد الإصلاح الديني يعيدنا للدين الصحيح أو الدين القديم أو الدين السلفية أو الدين أسوأ من الدين السابق ويقول أن الإصلاح الديني هو في العودة إلى الماضي وليس مراجعة المفاهيم النبوة والوحي والعقيدة ومراجعة مفهوم الله ومقراءة القرآن من جديد أو النص المؤسس كل هذا لم يجر أي تغيب الآن يعني زواج أو الطلاق بالثلاثة لحد الآن صاروا قرن كامل اللي ناقشون به لحد الآن ما نحن له ما هي إذن فبالتالي الإصلاح الديني لا حاجة له ولا توجد حاجات له الآن ما الذي الآن هم مؤسسات قمعية دينية موجودة وشغلهم ما شيء آخر حلاوة ويكسبونها بالمليارات وأولادهم في أفضل الجامعات العالمية والناس تحمد وتشكرهم فلماذا يغير؟ ما الذي يدعوه للتغيير؟ في العالم الغربي حدث الإصلاح الديني بسبب متغيرات أنت خير من يعرف أنه كيف حدث هذا التغيير حدث لأن هناك كان ضغط من الشعوب الغربية كانت شعوب الغربية بحاجة إلى العمل بحاجة إلى أن تجد نفسها الشعوب الغربية خاصة شعوب الغرب أوروبا اللي هي في هولندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا هاي شعوب كانت بعيدة عن روح العالم اللي هي منطقة الشرق الأوسط وبعيدة عن البحر المتوسط فبالتالي اضطرت أن تكتشف العالم الجديد عندما اكتشفت العالم الجديد تغيرت المعايير تغيرت ظهرت طبقة البرجوازيين وبالتالي أصبحت الحاجة للتغيير حاجة أساسية ليست حاجة ورغم أنف رجال الدين أو السلطات القمعية الدينية والسياسية الموجودة آنذاك ومع الزمن أصبح من الضروري أن يظهر شيء مختلف وعلي هذا اللي أنا أقوله أنه نحن يحتاج أن نفهم بأن الإصلاح الديني لن يحدث بيننا ولا أعتقد أن هناك ضرورة لهذا الأمر أنا ما أعرف اختفى أعتقد صديقي عموما هو هذا الأمر اللي أذكره وأتحدث عنه أنه الإصلاح الديني لن يحدث لأن المؤسسات دينية مهيمنة ويزتزداد هيمنة يوما بعد آخر وهذه القوة التي يمتلكونها الآن تتضاعف لكن هذا لا يعني أنهم أنهم سيستمرون بالاستحواذ على الواقع وعلى المجتمعاتنا واختطاف مجتمعاتنا أو احتلال الشعوبنا دينياً بهذا الطريق الآن يعني لابد أن أشكر الملحدين أو من يتبنون الخطاب للحادي لأنهم كشفوا كثير من الأوراق وهذا لا أعتبره كل ما في الأمر أنا لا أعتبره كافي الذي النقد العميق الدقيق للدين وخطاب الديني في أسسة أسسة هو الأساس الأسسة تكمل في القرآن ومصادر التشريع والدين والمنطلقات الأساسية التي يتحركها يجب أن نناقش مفهوم النبوة خاصة ونناقش مفهوم الوحي ومفهوم الله ومفهوم العقائد الدينية كلها ويجب أن ندقيق فيها واحدة بعد الأخرى دون خشية وبصراحة ومهما كانت العواقع شكراً قزينة على كل هذه الإضافات يعني والإضافات أنا بس عايز أقول أنه إحنا محتاجين يعني متفق معاك إحنا عايزين نفهم الدين وأنا تطوراته يعني أنا شايف أنه في حاجة اسمها في تاريخ للدين وزي ما أنت قلت في مكان آخر يعني أسماء المحاضرة بتاعتك أنه مش ممكن يشوف الدين بمعزل عن سياقاته والتاريخية والاجتماعية والقتصادية والفكرية وما حدث من قبله والظروف لأثارت عليه وهكذا فهو في الآخر ظاهرة تاريخية فهو قبل لأنه هو يعني هو بالفعل له تاريخ ما هو الشيء واحد وبالتالي هو يعني له مصار وهذا المصار من الممكن أنه هو يتطور أو هو بالتأكيد حيتطور نظرا لأنه آآ ما فيش يعني يعني مش ممكن يجمد على شيء معين لأنه هو في النهاية ظاهرة تاريخية ويعني حتى يعني بصرف النظر خالص عن مسألة أن الأصل الإلهي أو السماوي للدين هو في الآخر وظاهرة إنسانية الناس هي الفاناوية اللي بتطبقه اللي تعمل مؤسسات بتاعته وهكذا يعني فمتهيالي أنه مصار المستقبل مش موك يكون منفصل عن التاريخ السابق والتطورات الممكنة بما فيها تطور دين نفسه الصديق ياشر أعتقد خليل قد شؤال أعتقد أو ما عرف بيقول أن الدين حاليا بكل التحفظات على خطابه وفكري هو المصدر رئيسي الأخلاق بالنسبة لمعظم الناس في مجتمعاتنا ما الذي يمكن أن يحدث في المجتمع لو نزع هذا المصدر ونحن لم نكون كودا أخلاقيا مفاصلا عن الدين ما الذي سيحدث لا ده اختصاصك هو موجه لك علشان خطر لا هو يعني هو المشكلة بيقول هو ده هو ده وعي الناس يعني إذا نزعنا هنجيب كود أخلاقي فجأة هايجي ازاي هذا فتران غير موجود أصلا لا يمكن أن تنزع الكود الأخلاقي المجتمعات تبقى دائما لها عاداتها ولتقاليدها ولها رثها الحضاري والاجتماعي وحتى الأسري فلا يمكن أن ننزع من الناس هذا الكود الأخلاقي إنما هذا الكود الأخلاقي علينا أن نعرف بأنه نتاج الماضي ويصير شعور عام بأن هذا الكود الأخلاقي بمليوم يعني بما أثبتته التجارب والواقع أنه هذا الكود الأخلاقي فيه شكالات خطيرة جدين وعلينا أن نكون فقط مستعدين لمراجعة هذا الكود الأخلاقي بكل سيء مثلا الآن علاقة الأب بابنته الأخ بأخته الأب أو الحاكم بالمحكوم الرئيس بالمرؤوس هذه علاقات معقدة جدا أو علاقات استبدادية علاقات ماضوية بتعبير عام هذا العلاقة أصبحت الآن شيء مخجل وعار على أي مجتمع أن تقوم الآن علاقات على هذا الأساس لا تقوم على أساس الحرية وعلى أساس التفهم وعلى أساس التسامح وعلى أساس احترام الآخر ومنح حقوقه واعتبار أن لاحق لأحد بالتدخل بشؤون الآخرين إنما كل إنسان له شخصيته وخصوصيته وله شخصيته الاعتبارية فهذا المسألة هي هي اللي راح تصنع الكود الأخلاقي الأخلاق ليست شيئا جامدا وهذه المسألة الأساسية إنه الأخلاق والقيام والقوانين ليست شيئا جامدا هي هاي الفكرة الأساسية المشكلة للمصيبتنا الكبيرة إنه هناك دين صحيح وهناك كتاب مقدس وكل شيء هناك عدنا يعمده هذا لا تمس كل شيء لا يمسه إلا المطهرون يعني ما معناه فبالتالي هاي الفكرة يجب أن يتخلص منها لا بس خليتكين عندنا قناعة بجستور مثلا قانون على مدى زمن محدد لكن لابد أن تكون مرونة عالية في المراجعة وفكرة وجود كود أخلاقي كود أخلاقي يتغير يتغير نحن عندنا كل ساعة هذا الموبايل ما لاتنا كل شوية يجينا كل سبوع كل يوم ثلاثة يجينا أبديل نحن صارنا ستة ناف سنة مو 1500 سنة ما قدنا أبديل وكل من يتحدث يتحدث لك لا هذا كلام الله هل أنت أفضل من الله هل أنت أفضل من النبي وهذا اللغة حاير بها وداخل ولكم شكرا هل في أسئلة أخرى في العلمانية صديقتنا عفاة بالسيدة أعتقد أنت كلما زادت الأخلاق والقيم الاجتماعية من ناحية وتسيادت القوانين والتشريعات تقلص دور الدين وسلطة القمعية بالضرور يعني هو يعني هو الدين هو يقول كان يحتاج القوانين والتشريعات هذه مشكلة الدين لا يفهم هذا كلام بأكمله هو لا يأترب بالأخلاق ولا يأترب بالقيام الاجتماعية بل لا يأترب بوجود مجتمع هو يأترب بوجود جماعة ولا يأترب بوجود قوانين القانون لحد الآن مسألة غامضة بالنسبة للعقل العربي المسلم لا يفهم معنى القانون لا يفهم معنى الدولة التشريعات أيضا بالنسبة إلي هي موجودة لكي يخترقها أو لكي يستثمرها أو يستعملها حسب حاجتي ما زال منظورة نظرت للواقع هي نظرة دينية قطيعية إنها جماعتنا وجماعتهم فبالتالي هاي القوانين موجودة لكي يعني مفروضة عليه وبالإمكان اختراقها لأن المرجعية الأساسية أو الكودة الأخلاقي بتعبير صديقنا يقول إنه المرجعية هي مرجعية دينية فأيضا أنا مثلا هذا صديقنا في برضو هذا أعتراض آخر الناس أنت كده متفق مع عفاف الناس لا تستطيع تخيل للعالم بدون إله راع لهذا العالم بدون يحسون أنهم في طائرة بدون ربان وهذا شيء مخيف بنسبة له يعني برضو عايز يقول لك أنه أنه يعني مش حيبق صعب أو مش حيقدروا أنه هم يتحيلوا العالم بدون الإله الرائدة ما ممكن هذا الصورة اللي صناح اللي صقها رجال الدين في عقول الناس أو رجال السلطة والسياسة لأنه يقول لك أنه بدام مثل قطة شات خرجت على القطيع في الضيع فهذا الرعب موجود عند الجميع وحتى كثير يبقى خلاص وكده يبقى مش حينفع أنه الناس تخرج لأنه ده يعني أساسي وهم خايفين فعلا من هم يسيبوا ده 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 تعليق الأستاذ الحسيني بن يوبا هذا حساس مكتسب وليس أصيل يعني مكتسب ويتم تخويف الناس يوميا ولماذا موجود رجال الدين في كل شارع وكل حار وكل زقا ويخرجون بالتلفزيون يطلع لك بالجريدة بكل مكان حتى يذكرك بأنه هو وصيء عليك وأن خروجك على القطيع أو على الجماعة فيه التهلكة ويقول لك وأيضا خروجك حتى استجابتك لنفسك هي فيها الشر كله وعليك لا تستجيب إلى نفسك اللوامة الأمارة بالسوء فهو داخل معاك حتى غرفة النوم وهي تروح من عندك فبالتالي هذا مكتسب هذا الخوف مكتسب الإنسان الحقيقي حتى يكتسب إنسانيته على أن يكون شجاع وجريء مقدام معنى المقدام مو معنى المقدام يعني في المعركة إنما مقدام بمواجهة نفسه ذاته معنى اكتشافه عليه أن لا يخاف وإذا خاف وإذا خسرنا دين خلن نخسر دين وشنو مشكلة يعني ما الضير في خسارة المقدس بالعكس أعظم خسارة خسارة المقدسات أعظم خسارة تكفي عن الإنسان أو يفوز بين الإنسان إنسان الحقيقي لن يكون إنسانا إلا عندما يكون قادرا على الخروج من أفق المقدس والتعالي على المقدس أو خروج من حياضه نهائيا والحساس بأنه كائن موجود داخل هذا العالم وعليه أن يحقق ذاته ضمن هذا العالم حسب ما يشاء وليس حسب ما يشاء سيد القطيع أو شيخ الحضيرة شكرا طيب ده آخر الأسئلة كده ما في أعتقد لا ده أظن ده كان في بداية الحلقة خالص نعم المؤمن طيب كده احنا يعني استمتعنا بهذا العرض للعلاقة ما بين الإيمان والإلحاد ومشاكل كل منهما وإنه الإلحاد بالرغم من المزايا العديدة ولكن لا يكفي في حد ذاته وبالتالي فإحنا محتاجين يعني أنه نبني أخلاق وتصورات جديدة وأعتقد أنه ممكن تبقى خلاصة معقولة وإن كانت مختصرة جداً للندوة السرية أو للمحاضرة السرية اللي اسمعناها ونلتقي في حلقة القادمة وشكراً لكم جميعاً شكراً وشرب أكون موجود في هذه القناة بكون الضيفة الأول وأتمنى لها النجاح المحامر وأتمنى هذه البوستات العظيمة أو حفل تكتير في الفيسبوك تتحول إلى بيديوات قريبة تتحول